السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم اليوم واحد لا فيديو شقة للبيع دائما الجديد مع يوميات فاتيه كيف مكن نقول لكم ما تنسوش دائما تفعلوا الجرس وتديروا لايك وابوني باش دائما يوصلكم الجديد اليوم ان شاء الله في هاد الفيديو هاد الباختيمون للبيع كيف ما شفتوا معنا هي ريت شوسي يعني سفلية المتراج ديالها 78 متر ولا تغاز 50 متر هاد الباختيمون في مالاقا بيوتش دائما المنصرية المحمدية كيف ما شفتوا معنا راهم في طور الانجاز يعني خدامين في هون هاد الباختيمون عندها ديو فاس هاد الفاس اللو اللي كي طل على الدخلة ديالها ريزيدانس حتى هو فيه لاتراس يعني 25 متر هاد الجيهان وفيها ديو شامبه كيف ما شفتوا فيها ديو شامبه وصالون وصالون ولكويزين دائما اللي كتكون انفاس السالون هاد الفاس اللو اللي هاد السيدة بغا تبيع لاباقتيمون ديالها اللي هي ريت شوسي وكيف ما شفتوا معنا راها فيها ديو شامبه وصالون ولكويزين اللي دائما كتكون انفاس السالون كيف ما قلت لكم الشقة المتراج ديالها 78 متر خمسين متر في لاتراس يعني لاتراس اللولة 25 متر والتانية حتى هي 25 متر والجيهة التانية راها انفاس البيسين هنا كتكون تواليت يعني راها ما زال الخدمة فيها سيدة بغا تبيعها هنا تواليت الحمام يعني وهنا السالون اللي دائما كنقول انفاس الكوزينة وكي بقى بحد لاتراس سما اللي كي طل على البيسين هاد لاباقتيمون للبيع كيف ما قلت لكم ثمن ديالها سبعالاف متر سبعالاف درهم للمتر سبعالاف درهم للمتر اي مية اربعين الفريال للمتر هنا كتكون الكوزين اللي حتى هي ان شاء الله رادي جنجوي يركبوها طبعا تلح المازل البيبان باقي نبزا في الحويج هنا لاتراس الثانية اللي انفاس البيسين دائما كتكون لاتراس نصف الثامن كيف ما شفتوا معانا هادا السالون ولكوزين ودخلا راها باين منتما ولاباقتيمون راها سفلية يعني فريد شوسي فيها دو تراس لاتراس اللولا انفاس بيسين ولاتراس تانية انفاس دخلا ديال ريزيدانس هنا في مالاقا بيج دو طبعا الحال المنصرية دائما هنا لاتراس اللي انفاس البيسين واحد ثلاثة مترو بينكو بالبيسين كيف ما شفتوا معانا وحتى هي ان شاء الله غيتصوبوا لي بيسين يتصوب كل شيء بالنسبة للمالاقا دو بقي لها تقريبا واحد من شهور حتى العام وتكون موجودة اما مالاقا 1 طبعا الحال راها كملات غادي نديليكم الفوتو في الأخر دلا فيديو باش تشوفوا كيف هاش غادي تولي من بعد هاد لابا اختمونا ها قريبة في الدخلة في الدخلة ديال الاريزيدانس وهي اللولا يعني القدام في البرمية ترانج وانفاس البيسين ها هو البيسين الكبير والصغير دائما الاريزيدانس يكونوا فيها مستدل البيسين الكبار والصغير بطبيعة الحال راه نفس الشيء فيها المرافق الترفيه فيها ليس باس ديال الوزات فين كيلعبوه بطبيعة الحال اللي تيغان لقربة هما البحر في الطريق وتهيه بطبيعة الحال را قريبة البحر كيف ماجتلكم هاد لابا ختمونا راها بسبيعالها في درهم للمتر والا تغاس خمسين متر كيبقى دائما بنصف الثمن والباخ تيمو فيها تمنيا وسبعين متر صراحة الخدمة والمعاملة عند السيل الحياني راها 100% ناجحة الحسن المعاملة مع الناس كلهم اللي يخدهم من عنده وكل شيء بالاعتراف زعمارة الخدمة دياله بدون نقاش تسليم في الوقت صراحة كتكو لابا خدموا عندك جاهزة كلهم اللي يتعاملوا معاه كيشكروه وهدي يلا بخدمون اللي في مالا قده غادي نخلي لكم تليفون ديال السيدة اللي بغا تبيع لبخدمون صندوق الوصف تقدرو تتصلوا بيها وكيف ما قلت لكم رأى 7000 درهم للمتر ولا بخدمون 78 متر وخمسين متر في لترس عندها دو ترس رابين لفيديو قندن صورة رها واضحة هذا راح صالون دو شعوبق وحمام ودو ترس كتطل على جوج تلاتس وجات سفلية ما تنسوش دائما نضغطو على الجرس كيف ما كان نقول باش تدعموا القناة ديالي ويوصلكم دائما الجديد هادي الدخلة ديال لابا خطيبون ونتمنى هادي الفيديو يكون عند حسن الطن وان شاء الله مازال المزيد ديال الفيديو عم سأل دلوقت ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات اكتر ودي زبا خطيبوني لبيع بطبيعة الحال وحتى بالنسبة للناس اللي بغين يشوفوا حديرهم حتى هما ان شاء الله غادي يمديليهم احد الفيديو بالنسبة لما لقى راسة في كملات يعني الناس اللي مديرهم وكل شيء وملقة دوه بالنسبة للناس اللي كيسولوا لما لقى دوه ها هي شافوا اللي تخافوا في نوصله يعني الناس اللي هم خدامين فيها ومن بعد 8 شهر ان شاء الله والعامقة ها غادي سلمود يورون حتى هما وهنا كين واحد الباب اللي كي خرج للتغاس من السالون ومن الكوزينة صراحة راهالا باختبون غزالة ومشمشة يعني الشميشة ركا تكون فيها منتصبحتها للشية وجات انفاس البيسين ان شاء الله كل شي هاتشي غادي تصاوب وتولي الدنيا غزالة نتمنى هاد الفيديو يلقاكم في احسن احوال ونكون دائما كيف ما كنقول لكم خفيفة ضريفة على قلوبكم والمعلومات ان شاء الله ستلقاوها في صندوق الوصف تقدروا تصلوا بالسيدة المعنية بالامر والله سهل على الجميع وكن شكر اي واحد كيتابع الفيديو ديالي بطبيعة الحال ولكم جزيل الشكر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة